اتجاه داخل النادي الاهلي لانسحاب من مباراة السوبر امام الزمالي 5 مايو للرد على عقوبات لجنة الانضباط وفقا لاتحاد الكرة العقوبة او الاستئناف على العقوبة يوقف التنفيذ فيما يخص محمود عبد المنعم كهرباء كنا هنا قلنا لكم خلال الساعات الماضية يعني العقوبات اللي صدرت عن لجنة الانضباط من خلال طبعا زميل الكابتن محمد فاروق واللي كان اهمها على الاطلاق هو اقاف محمود عبد المنعم كهرباء لمدة 12 مباراة اعلن النادي الاهلي النهاردة تلقي خطاب رسمي من جانب اتحاد الكرة يؤكد في القرارات وقال فيه في بيان رسمي او على الموقع الرسمي تلقت ادارة النادي مكتبة من اتحاد الكرة متضمنة قرارات صادرة بحق الاهلي ولاعب الفريق محمود كهرباء تمت احالة الملف الى اللجنة القانونية بالنادي لدرس الموقف كاملا ورفع توصية الى مجلس الادارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الاربعاء وزي ما قلتلك ان هناك دراسة للانسحاب من او عدم المشاركة في مباراة السوبر المقرر لها يوم خمسة معي قبل طبعا مروح للنجم الكبير